إنجازات غير مسبوقة شهدها قطاع الزراعة والاستصلاح الأراضي في عام 2022 في ظل افتتاح سلسلة من المشروعات القومية في هذا القطاع الحيوي والذي يحقق الأمن الغذائي للمواطنين خلال العام افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي الذي يقع على امتداد طريق محور رود الفرج الضبع الجديدة والذي يعد بكورة مشروع الدلتة الجديدة المساحة المستهدة في استصلاحها من خلال هذا المشروع تبلغ مليون وخمسين ألف فدان من إجمالي مساحة الدلتة الجديدة والبالغة 2.2 مليون فدان كما شهد العام التوسع في توفير التقاوي المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية من خلال استنباط أصناف جديدة وعالية الإنتاجية مبكرة النطق موفرة للمياه للمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرى والأرز كل ذلك أدى إلى زيادة إجمالية الصادرات الزراعية خلال الفترة من الأول من يناير من العام الجاري 2022 وحتى نوفمبر لحوالي 5 ملايين و 615 ألف طن من المنتجات الزراعية أما في مجال تنمية الثروة الحيوانية وتعظيم منتجاتها افتتح الرئيس عبدالفتاح سيسي مجمع الإنتاج الحيواني والألبان المتكامل في مدينة السادات بمحافظة المنوفية المجمع هذا تم إنشاؤه على مساحة ألف فدان وبإجمالية 5000 رأس حلاب بطاقة إنتاجية 150 طن ألبان في اليوم الواحد و 3000 رأس تسمين بطاقة إنتاجية 1.5 طن لحم حي في الدورة الواحدة كذلك يتواصل العمل بالمشروع القومي للبيتولو والذي يهدف إلى زيادة الإنتاجية من اللحوم الحمراء وتوفير فرص عمل للسيدات والشباب بالقرى وزيادة دخل صغار المربين بما يحقق حياة كريمة لهم إجمالي عدد المستفيدين من هذا المشروع منذ بدايتي في عام 2017 وحتى يوليو 2022 بلغ 41 ألف مستفيد من صغار المربين بمختلف المحافظات تم تمويلهم جميعا لتربية وتسمين 473 ألف رأس من الماشية وبتكلفة إجمالية 7 مليارات جنيه هذا بالإضافة لكذلك تواصل الدولة جهودها في هذا الإطار من خلال تطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية والتي بلغت 826 مركزا كما تم تنفيذ القوافل البيطرية العلاجية المجانية لأكثر من 530 قرية وتم فحص علاج أكثر من 450 ألف رأس خلال عامي 2021-2022 إذن انتهى العام عام 2022 ولم ينتهي العمل والبناء في كل القطاعات التنموية وفي مقدمتها وبلا شك قطاع الزراعة والذي يسهم بحوالي 15% من الناتج المحلي ويستوعب أكثر من 25% من العمالة